بطرقات هنا لقي 47 شخصاً حطفهم واصب زياد من 1400 أخرون بجروح في أزياد من 1200 حدث مرور تم تجيلها على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 2 أفريل الجاري حسب حصيل أولادتها اليوم ثلاثة مصالح الحماية المدنية وضح ذاته المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بشار بوفاة 13 شخصاً واصاب 18 آخرين بجروح تم إصعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 11 حدث مرور